حيك قلت إنه إحنا وحيك جملتك وده خلية تسائل حيك قلت إحنا بنقدمش ثقافة الشك بشك ولا عندنا رعاء ولا معرفش هل ده معناه إنه حيك أو يعني سياسة المجلة أو سياسة حزب التجمع هي ضد فكرة إنه يبقى فيه رعي للمجلة لإعتباراتنا تقيم رأسمالية وما شابه ولا لو فعلا فيه رعي هيهتم ويرعى المجلة ده مش هتعرض مع سياسة الحزب في الفترة اللي فاتت طبعا كنا ضد للحجاب كنا نأمل أن تستمر قدرة الحزب المالية في دعمها والصرف عليها وكنا نأمل أن القراء يتكاثرون حولها فيدعمونها بدون ما نضطر لأي حاجزة كده لكن دلوقتي لا دلوقتي حنغير رأينا يعني أنتم مساعدين دلوقتي لو فيه رعاة وده مش ضد سياسة الحزب والنذيق يعني أنه تخشوا من أن القيم الرأسمالية تؤثر على المضمون أو تؤثر على سياسة الحزب أو مش رعاة أنا في الفترة أخيرة دي كنت وما زلت أهيب أو أناشد من الجمعيات الأهلية المجتمع المدني وزارة الثقافة المصرية الصديقي العزيز الكبير الدكتور عماد أبوازي صندوق التنمية الثقافية هيئة أسول الثقافة استجابت معي وسوف تساعدني في حوار مع صندوق التنمية الثقافية واحتمال يساعدني جمعيات المجتمع المدني أنا أتمنى طبعا أن هذه الجمعيات هي هذه الجمعيات ومؤسسات وزارة الثقافة المصرية المؤسسات وزارة ثقافة المصرية اللي من مهمتها دعم هذه الأعمال والمجالات زي صندوق التنمية الثقافة من مهامه دعم مثل هاتيك الأعمال ربما قبل كده ما كانوش الوزارة والحكومة بتدعمنا عشان كنا معارضة دلوقتي احنا بعد الثورة كلنا صوار مع بعضنا يعني حتى لو هو حزب معارضة يعني اعتقد زي مجالة ثقافية المفروض دلوقتي انه ما فيش معارضة ونظام المفروض انه كلنا ثورة ما فيش حاجة دلوقتي اسمها المفروض رسميا يعني انه ما فيش حاجة اسمها معارضة دلوقتي كلنا في الثورة سوا يعني الحجة او الحرج اللي كان ممكن في السابق عند وزارة الثقافة انها بتدعم حاجة معارضة الحجة دي صفحة فانا اتمنى ان الدعم ييجي من وزارة الثقافة او هيئتها من مجتمعات من مؤسسات المجتمع المدني ومن القراء هذا ما اقصده بالرعاة لكن احنا شخصية انا شخصية متماسك بان المجالة تظل تصدر على حزب التجمع مش اللي اعلان سامنة ومشروبات غزية وكده مش لازم سامنة ممكن تبقى اعلان عن نشاط وزارة الثقافة عن نشاط حيئة الكتاب ونشاط صديقي الدكتور احمد مجاهد رئيس حيئة الكتاب حضرتك بتتكلم هنا على الدعم طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها الاقتصادية يعني واحنا بنتكلم على الدعم من جهة حكومية او من وزارة الثقافة يعني بالتحديد الدعم ده حجمه قد ايه المجالة بتكلف قد ايه شهريا والمجالة بتوزع كم نسخة عشان برضو يبقى عندنا تشويها بالتفاصيل التفليفة التي عجزنا عن الاستمرار فيها تكلفة بسيطة جدا يعني ست سبع تلاف جنيه للعدد لاننا بنعمل مجالة فقيرة احنا بنعمل ورق ورق المجالة ما هوش ورق كوشي ولا ابيض ستين جرام ولا سبعين جرام ولا ثمين جرام احنا بنعمل ورق المجالة اللي جوه ده ورق الجرايد اللاصمر العادي مش مكلف احنا فيش حاجة ملونة غير الغلاف ومفيش ورق ابيض كوشي جوه فتكلفتها بسيطة ومع ذلك الحزب حاجز عن هذه عن الاستمرار بعد سبع وعشين سنة فيها زي التكلفة فال يعني اصدق اقول ان ان اشياء قليلة جدا تساعدنا على الاستمرار اشياء قليلة جدا ممكن ان ينهض بها اعلان واحد من هيئة ثقافية كل شهر بصراحة ما فيش حاجة يعني فيه مؤتمرات احيانا ومهرجانات بتكلف ملايين وملايين الدولارات وبنهتم بيها ثم انا لا اريد منحا انا اريد يعني دعما في مقابل عمل يعني اشتراكات مثلا هيئات تشترك تشترك يعني تتفع اشتراك وابعت لها المجال اشتراك شغلي يعني مش مش هبا هباء منصور اعلان عن نشاط المؤسسات يعني اعلان شغلي انا هبت شوية عن بس هاي زرف حيك بتوضع كم نسخة بيت سؤال مي كم نسخة تقريبا بتطبعوها احنا طبعا مع الوقت بتقللوا نسخة بتقلص احنا كنا الاول بنتبع خمس تلاف نسخة اول ما طلعنا في منتصف التمانينات كانت الحموة والزهوة عالية كنا بنتبع خمس تلاف نسخة بعد كده تلت تلاف نسخة لما بدأت الازمة دي تحصل من سبت سبعة تشهر بقنا نعمل الفين نسخة توزيعهم توزيعهم تقريبا شبه ثابت فيه الف نسخة تتوزع في مصر والف نسخة في البلاد العربية جمهور ثابت يعني لا منتشرة مش فقط يعني جمهورة في البلاد العربية اكثر من جمهورة في مصر للأسف لها صبع وقابلية ومصدقية في البلاد العربية في الجزائر والمغرب وتونس وفي فلسطين المحتلة وفي السيدان وفي بعض البلاد العربية حاجة يعني ووصلت لي مكاتبات ومهاتفات من البلاد العربية يعني منفعلة جدا ان المجلة دي اللي بيستنوها كل شهر لانه يظهر برضو البلاد العربية حتى البلاد العربية نفسها عندها ازمة مجلات ثقافية جدا احنا دايما نقول ادى منقض المجلة الثقافية الجدا في مصر من ضمن يعني المجلات الثقافية الجدا في مصر مش الوحيدة طبعا بس يبدو من دا كمان في العالم العربي كله ما فيش مجلات جدا كتير يعني فالناس بيستصرخوا يعني هذا الوام بنشكر حالك شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله في مجلة أدب ونقد واكيدا ما بنتمع مع حضرتك لانه احنا فعلا في مرحلة محتاجينها جدا مجلة زي مجلة أدب ونقد محتاجينها عشان تواجه قلة الوعي وقلة الثقافة والطائرات المختلفة اللي بتحاول تغيبنا أكتر فبعتقد أن احنا في احتياج للمجلة يعني فان شاء الله بتوفيق بإذن الله احنا كنا في الربع القر اللي فات في احتياج لمثل هذه المجلة وغيرها وما زلنا على فكرة وزاد يعني يتغيرش الموضوع يزيد طبعا لمثل هذه المجلة وغيرها طبعا المفروض تتكاثر هذه المجلات مش تقل صحيحين بالعكس في كل حاجة يعني يا شهر اشتركوا في القناة